وحين أتحدث عن السنغال أنا أتحدث عن أفريقيا طبعا والعكس صحيح إذن المجالات التي يمكن الاستثمار فيها وهي قطعات سهلة ومتاحة السياحة والفندقة والإسكان والقطاع الضيافة أيضا نحتاج إلى البنية التحتية مثلا الطرق السريعة التي يتم الدفع فيها إذا وليست مجانية أيضا كل ما يتصل بقطاع القطاع الغاز قطاع البترول الموارد المعدنية كل البتروكيمويات أيضا السماد وكل ما يخص الزراعة إذن نحن لا نتحكم في هذه المواد مثلا وقد آن الأوان خاصة في قطاع الغاز مثلا علينا أن نطور على عين المكان قدراتنا وطاقاتنا في إنتاج هذه الثروات